انا مصنع سويتانة انشأ في الرابع الاول من 22 وبدأ انتاج فعلي في الرابع الاخير من 22. انا مصنع متخصص في صناعة المواد الغذائية زي الحلويات والشوكولاتة. حاليا انا اخذنا مرحلة اولى في انتاج انواع متخصصة من الشوكولاتة بسكر وبدون سكر. دخلنا في قصة اغزية خاصة. اغزية خاصة اللي هي انت بتعمل منتجات هلسي بدون سكر. في منها بالقومي جسري عشان الاطفال يساعدوا على التركيز. وفي منها بالحديد. وفي منها درق بدون البان اللي عندهم حساسية من الجوليتين الفري والاكتيلوز. فعمل كذا منتج في المتخصص حاليا في المنتجات اللي بدون سكر. طبنا مصنع شوكولاتة بنت كل انواع الشوكولاتة. التابلت وبنتج السبريد العادل بسكر. احنا كما رحلة اول احنا تخصصنا حاليا في المنتجات اللي هي بدون سكر. وبنعمل منتجات تانية بسكر حاليا. المصنع في المنطقة العشر من رمضان. في المنطقة الصينية الثالثة. بسحته 700 متر. فيه حاليا 30 عامل. وفيه حوالي 30 موظف وإداري بيساعدوا للشوكول. طبعا المصنع محتاج يوفر فرص عمل تانية. بطريقة غير مباشرة اللي هي بتساعد على الشغل عندنا. زي لوجيستيك. سلاسة الامداد. البيع. منافذ البيع. طبعا في بوفر اكتر من تدومية فرصة عمل. بيخدموا الشغل عندنا. مبادرة ابدأ انا كنت بفتح التلفزيون بتفرج عليهم. كانوا في مؤتمر بتاع دعم الصناعة. فلاقيت كان اول عليهم عشان اعرف بيتدوروها ازاي وبيدعموها ازاي. فتوصلت معهم عشان اعرف طرق دعم وتوطين الصناعة وتطول الصناعة المصري. فتوصلت معهم عن طريق الويب سايت. وهم اتصلوا بيها بعدها. ده كان بداية تعارفوا بيهم يعني. اتعاولنا مع بعض بعدها. كان بيقابلني اي مشاكل. ترخيص اوراق اجراءات كانوا بتتصل بيهم وهم بيسعوا جاهدة ان هم يحلوا اي عقوبة بتقابلني. طبعا ده اول شقة اتعاولنا فيه. الثاني شقة اتعاولنا فيه موضوع التحول الرقم. تحول الرقم ده طبعا هو بيساعد الشركات تعتبر الصغيرة والمتوسطة. ان هي عندها سيستم كامل. من اول استعمال مادة الخام لحد انتهى بعملية البيع. بكل مراحل الانتاج وكل مراحل التصنيع وكل مراحل البيع وكل مراحل المشتريات. يعني كل عملية بالكامل. فطبعا ده بيساعد على الحوكمة. وبيساعد على يقلل هادر كتير في اي موارد بشرية. بيقلل هادر كتير في كل العملية بالكامل يعني.